بغوط شعبية كبيرة واحتجاجات واسعة شهدها العراق بعد اغتيال الناشط المدني البارز إيهاب الوزني على الطريقة ذاتها التي اغتيل فيها الناشطين المدنيين أدت هذه الحركة الاحتجاجية إلى اعتقال أحد أبرز المتهمين بذلك عائلة الشهيد الوزني أكدوا اتهامهم للمعتقل قبل أن يتم إطلاق صراحه وسط ذهول العائلة لهذا القرار المفاجئ هناك واحد مجرم يطلعه شون يطلعه وله هو مجرم شون يعني لزوء ثبتت علي ولزموه شون يقولون عدم الإثبات والأدلة ليش شنو الحركات اللي سووها وراحوا يركضون ورا هذا المخابرات يشوفون وين مخابرين وسعب يش مخابرين وخفصوا الدنيا لزموه البانزين ولزموه بالدراجة خواب البانزين ما بالدراجة خواب مو قاسم غير يشوفون هذا بالدراجة وبالبانزين شنو يعني شنو ما صير هذا السو مثل تعالوا يا بي هذا سوهيش يا بالبانزين سوهيش يا بالدراجة كل شي ما افتهمنا صنصنطم سويها ساكتين عائلة الشهيد الوزني اعترضوا على إطلاق صراح المتهم مؤكدين أن إطلاق صراحه جاء مخالفا للمادة القانونية التي تم اعتقاله بناء عليها بالنسبة لعملية إطلاق صراح المتهم قاسم مصلحة اعتقد أن فيها عدة جوانب غير صحيحة وذلك لأن عملية إطلاق الصراح جرت وهناك متهمين خارج السجن وهذا يؤثر تأثير كبير على سير التحقيق الأمر الثاني أن جرائم الأربع أرهاب وجرائم القتيل هذه جرائم غير قابلة للكفالة مختصون وجدوا أن هناك تهاونا من قبل القضاء في الجرائم السياسية على حد وصفهم وإن الجرائم الجنائية تكتشف بأقل من 24 ساعة معتقدين أن السبب يعود للضغوطات السياسية على القضاء العراقي أغلب الجرائم الجنائية تكشف حتى جرائم إرهابية على مستوى جرائم التي كانت تطال عصابات الإرهاب ورموزه وتفكيك خلايا كل هذه الجرائم تكشف في خلال الساعات لكن المشكلة والمحيرة حقيقة أنه الجرائم السياسية هذه الجرائم التي تطال النشطاء وتطال المواطنين هذه الجرائم لا تكشف والسبب الرئيسي والسبب السياسي مراقبون يرون أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً احتجاجياً كبيراً في كربلاء ومدن عراقية أخرى بسبب تجاهل الحكومة لمطلبهم الأساسي ألا وهو الكشف عن قتلة الناشطين المدنيين عيسى كاظم قناة الفلوجة كربلاء